بمناسبة اطلالة العيد الوطني رابع والخمسين وذكرى عيد التحرير الرابع والعشرين متواكبتين مع ذكرى التاسعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ومنح سموه لقب قائد العمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني يتقدم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله من جموع الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان ورفاه وأن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلى في ظل العهد الباسقي بالأمل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة أبقاه الله ذخرا للبلاد كما أعرب سموه حفظه الله عن بالغ التقدير والاعتزاز بمسيرة سمو أمير البلاد العطرة والتي تجسدها سنوات حافلة بالإنجاز والتطوير مشيدا بسعي سموه الدؤوب لتحقيق الخير لوطننا العزيز وما يتطلع إليه أبناؤه الأبرار ورعايته الأبوية الكريمة لهم لإعلاء قيم الولاء والوفاء بينهم وتسليحهم بحب الوطن والحفاظ على وحدة نسيجه والعمل من أجل خدمة الإنسانية في العالم كله وتزامنا مع احتفالات بلدنا الغالي الكويت بأعياده الوطنية يتقدم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لكافة أبناء الكويت بأجمل التهاني وأرق التبركات بهذه المناسبة السعيدة كما وجه سموه حفظه الله الشكر والتقدير إلى معالي الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء السلك الدبلوماسي وكافة إخوانه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها وإلى المقيمين الأوفياء على أرض دولة الكويت الغالية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وصادقين مشاعرهم الفياضة بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي سموه ولاية العهد من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو الصحف اليومية أو كافة أشكال التعبير الأخرى مشيدا بما يكنه الجميع من محبة عظيمة ووطنية صادقة تجعلهم دوما حريصين على التفاني لخدمة الوطن وإعلاء مصالحه أملا سموه أن تتواصل الإنجازات المخلصة لدعم المسيرة المشرفة لبلدنا العزيز مستذكرا دور شهداء الوطن وما بذلوه من تضحية جسام في سبيل الحفاظ على ترابي وطننا العزيز سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسح جناته كما أشاد سموه ولاية العهد حفظه الله بما وصلت إليه كويتنا الحبيبة على كافة الأصعدة آملا لها دوام التقدم والازدهار والاستقرار وأن ينعم أبناؤها الأوفياء بالعيش الكريم داعيا الله تعالى أن تظل ديرتنا آمنا مستقرة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان والعمل لعجلة التطور والتنمية والتتبوأ الكويت الغالية مكانة عالية بين دول وشعوب العالم سائلا المولى سبحانه أن يديم على بلدنا الحبيب أفرحه المفعمة بالنفحات الوطنية وعلى ديرتنا العزيزة وشعبها الوفي وافر الخير والازدهار ترجمة نانسي قنقر